نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ إفطاراً جماعياً بحضور أربعة ألاف من أهالي المحافظة هذا وقد تم توزيع ثلاثة ألاف كرتونة مواد غذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة كفر الشيخ وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك إفطار جماعي نظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ بحضور أربعة ألاف من أهالي المحافظة بالإضافة لممثلين من محافظات الدقاهلية والغربية والدمياط وكفر الشيخ هو ده الشعب المصري إحنا كل يوم بنكتشف جديد في شعبنا بأمانة شديدة جداً بدون أي مجاملة أنا يعني جبنا بكل المحافظات وتجولنا في كل المحافظات تحت عنوان وطن واحد مبادرة وطن واحد مبادرة إفطار صائم وأيضاً مبادرة المواد الغذائية مبادرة القوافل الطبية نعمل حاجة جميلة تسعد الشعبنا العظيم في كفر الشيخ ويكون نموزج إن شاء الله نقتربه ضمن مبادرة إفطار قرية مصرية تحت شعار المجلس دائماً وتمت إقامة أكبر مأدبة إفطار جماعي تشهدها محافظة كفر الشيخ ضمت مختلف الأسر والعائلات المصرية بالمحافظة حيث يهدف الإفطار الجماعي إلى لقاء ممثل العائلات والقبائل المصرية من أجل تكاتف المجتمعي لخدمة المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية مما لا شك فيه أنها ليلة من الليالي الرمضانية الجميلة التي يجتمع فيها الحضور في حب مصر ذلك أن هذا التجمع من النخب التي لا تبتغي سوى أن تكون ظهيراً سياسياً قوياً لإنجازات السيد الرئيس وما تحقق على أرض الواقع دون مآرب ودون أغراض لا يؤكد تلاحم الشعب المصري ووقوفه بجانب القيادة السياسية ووفق ما تتحق نهارده احتفالية القبائل والعائلات لترسيخ مبادئ الإخوة والترابط العائلي والأسري والقبلي أن كل كلنا على ترابيزة واحدة نفتر سوى النهارده إن شاء الله أكتر من 1500 مدعو النهارده إن شاء الله على الفطار وكان فيه برضو نشاط للمجلس الفترة اللي فاتت بتوزيع 3000 كارتونة رمضانية على جميع كرة المحافظة وقبل حفل الإفطار تم توزيع 3000 كارتونة مواد غذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة كفر الشيخ وذلك لمناسبة شهر رمضان المبارك تم حفل الإفطار بحضور قيادات المجلس والمحافظة ومسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي والتعالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يوم مفرح جدا لتدويب الفروق الاجتماعية مبين طبقات الشعب مما يؤثر على تقدم الطبقات اللي هي الأحسن في حب مصر بحيث أننا ما يبقاش فيه فروق مبين غاني وفقير هذا المؤتمر للم الشام العربي وللم شامل الأسرة المصرية تحت قيادة الرئيس والقائد عبد الفتاح السيسي الحقيقة نهاردة مجلس القبال والعائلات المصرية كانوا نهاردة عاملين حدث مهم جدا جميعه فيه جميع طواف المجتمع من الأحزاب السياسية والنواب والقيادات التنفيذية والتشرعية هذا المؤتمر مؤتمر عظيم ومنشور القائمين عليه لتجمع الناس مع بعضها وألفت الناس مع بعضها وهكذا يأتي حفل إفطار مجلس القبائل والعائلات المصرية ليعيد العلاقات الإنسانية ويربط القبائل والعائلات بمحافظات الدلتا وكفر الشيخ وذلك لترسيخ العلاقات فيما بينهم بالإضافة لإعادة المحبة والإخاء ما بين العائلات اشتركوا في القناة